فيها ناس طيبين بيحبوا الاهل من قلبهم ما لوهمش بدعوة بهنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا نروح نشوف صورة بتتكلم الصورة دي بألف كلمة الصورة دي فيها كل حاجة أهلوية جميلة انا بشكر اللي لقت الصورة دي وكل واحد حطاها على السوشيال ميديا ده اللي قال جملة من شيوخ واكتسبنا مجدينة ده ده حد عبكاري ده حد بنضرب له تعظيم سلام بص لقطة فيها أم جميلة عزيزة فيها قصة لخصة كل حاجة بصوا يا جماعة حطا عالم الأهلي فين فوق دماغها يا أمي يا أمي انتي تتشالي على العين والرأس انتي أهلوية في قلوبنا انا بطالب اي مجلس ادارة المجلس الحالي وبعد الانتخابات اللي حيبقى موجود ربنا يوفق الجميع الأم العظيمة دي يبقى لها مكان جوا الاستاد جوا مقصورة النادي الأهلي دي حاجة تشرف حاجة تفرح ودي كانت أجمل نهاية نهاية جميلة بصورة جميلة بشكر كل اللي طلع الصورة دي ولقت الصورة الجميلة دي أنا شفتها في الاستاد ولما شفتها الموضوع انتشر كان واجب علي العرض في معاني جميلة في حياتنا الرياضة دايما بيبقى فيها معاني وصور جميلة دي صورة بمليون كلمة وأم شبه أمهاتنا كلنا الأمهات البسيطة الجميلة تحياتي مرة تانية يا أمي على حبك للنادي الأهلي وصورة أكيد الشباب لما يشوفها هيبقى فخور ومفصوط اللي أم حتى مرة تانية علم الأهلي على دماغها ده كان الكلام اللي عاوزين نتكلم فيه النهاردة خلونا نطلع فاصل سريع ونستقبل واحد من المحترمين من ولاد النادي الأهلي المخلصين كان جيله وجيل عظيم لأول مرة بيشرفني النهاردة وأنا كمان مبسوط اللي أنا حشوفه من خلال برنامج الكرة والجماهير لشان هو شخصية محترمة شخصية بتحترم الجميع وشخصية مهزبة وبتعشق النادي الأهلي تقول له تعالى اشتغل أي وقت يبقى موجود تروح هنا هنا مفيش أي شروط وهم دول ولاد الأهلي الرجال اللي احنا بنحبهم وبنصق فيهم وبنتشرب بيهم كابتن خالد جدال ضفنا ومشرفنا لكن نروح لفقرة رد الجميل ونرجع نستقبل واحد من نجوم النادي الأهلي لكابتن خالد جدال شكرا للمشاهدين